فرح مباراة قمة زي ما قلت لكم في كل شيء الروح اللي موجودة بين اللعيبة ولقطات كتيرة جداً شفناها يعني الكلام ده فين من زمان؟ يعني الكلام ده احنا بنتكلم فيه من زمان قوي الحقيقة يعني وحشتنا الحالة الإنسانية دي وأنا عارف دايماً أنه بعيداً عن حدة المنافسة وسخونة المطشاط في أوقات كتيرة جداً يعني بالذات المطشاط اللي بيقى فيها يعني مستوى عالي من المنافسة أوقات الناس بتخرج عن شعورها أو بتفقد عصابها وممكن يحصل حاجة كده حاجة كده لكن في نهاية بمجرد ما بتنتهي المباراة أنا عارف في التونل ده أو في النفق بتاع اللعيبة اللعيبة بينها وبن بعض كل مشاعر وده وهم كانوا لسه موجودين قريب جداً مع بعض في منتخب مصر فما فيش داعي نصدر ما هو سيء ما فيش داعي نحن نصدر دايماً الصورة اللي تخلي فيه حالة من حالات العصبية أو التعصب بأشك من الأشكال عشرة على عشرة فيه كل شيء مبارح باستثناء الكورة الحية يعني دايماً أنا مقتنع مليون في الماء أنه أهم مباراة في الموسم على مستوى المنافسات المحلية يعني دايماً بتكون أهلي والزمالك بصرف النظر عن ترتيبهم بصرف النظر عن حالة المنافسة على البطولة قريبين من بعض ولا فيه فريق منهم بعيدة عن الفريق تاني بس بشوفها بجد عيد للكورة المصرية وبتبقى بالنسبة لي فرصة مهمة جداً تقيم المباراة اللي فيها أعلى مستوى من المنافسة فيش منافسة في مصر مع كامل الاحترام والتقدير فيه مطشات مهمة فيه مطشات حلوة فيه مطشات بنستنيها بس ما فيش منافسة في مصر بنفس القيمة أو حجم المنافسة بين أهلي والزمالك ده نمرة واحد نمرة اتنين أكتر عدد من اللاعبين الدوليين اللي موجودين في أي فريق في مصر هتلاقيهم برضو في الأهلي والزمالك سواء دوليين مع منتخب مصري أو مع منتخبات بلده فبالتالي بقى بقى بستني جرعة كورة في المطش ده كبيرة جد زي ما بنشوف في كل المطشات الدربيات أو المطشات الكلاسيكية المواجهات الكلاسيكية اللي بتحصل في كل حتة في العالم الستي ليفربول دلوقتي يونيتد ليفربول قبل كده تشيلسي مش عارف مين بارسا ريال دورتموند بار ميونيخ ميلان انتر ميلان يوفي يعني مطشات اللي هي بتاعتستنها من السنة للسنة دي